رجعنا لحضراتكم ومعانا الأستاذ محمود من المينيا أهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أستاذ محمود عليك يا شيخ أنا مش أطول عليك أنا أحكي لك نحتاج أستشارة حضرتك ضروري بعد ذلك طيب أهلا تحب دي بقى تفضل أنا يا فابدن عدت حوالي خمس سنين مع ربنا جدا بالقرآن والسنة والصلاة وبكام الليل وبالأدعية وبكل ما تتخيله ومن كل شيخ يقول حاجة أنا كنت بنفذها والتبع تكتب ربنا هوي كلمة كلمة وفي الآخر يا شيخ دات لي عدم ثقة في الإسلام أساسي صح ده طبيعي أه هقول لك طبيعي ليه حاجة تتنافر بما فيش حاجة صح لدرجة أنا بكذبه يعني أنا خلاص أنا در وقت بسوط المرحلة أن أنا أن أنت كأنك بتكلم باب مزدود بحدش رابي يفتح لك فخلاص أنا بقول لا الكلام ده مش حق الكلام ده مش من عند ربنا إحنا كده مش ماشيين الصح طيب لدرجة أنا كمان فكرت وبتديت دلوقتي أسمع حديث في المسيحية في الديانة المسيحية طيب أنت ما كنتش قبل كده بتهتم بالدين بهذه الدرجة صح؟ أنا كنت إنسان عائل يا فندم كويس خليني بس أسألك السئلة بس عشان دي السئلة دي مهمة في هذا السياق أنت إيه اللي حصل خلاك تتحول إلى هذا الاهتمام حصل فقدت حد أنت كنت قريب من حد حد بص يا فندم انفصلت عن حد أنا حياتي تقلبت كلها بجميع المقاييس سواء أسرية أو سواء مادية أو سواء مهنية أو سواء عائلية تلتمينة وستين درجة فجأة إيه سبب؟ قلت يمكن حصل كده قلت يمكن حصل كده عشان أقرب لربنا أكثر فبتديت أقرب لربنا طيب إيه الحادثة اللي خلت الدنيا نقلبت كده؟ كل ده كل ده حصل حصل في وقت واحد فحضرك بتقول لي نعمل إيه في الحالة اللي أنت فيها دي؟ أنا يا فنزم أنا خلاص أنا تشككت في دين الإسلام أعمل إيه؟ أقول حضرتك أنا مش عارفة على مطريب هجاوب حضرتك يا سيدة يا سيد محمود بص يا سيد محمود وإيه اللي حصل؟ اللي حصل في بعض الأحيين لما الإنسان بيحس بواحدة من ثلاث حاجات بيحس بأن ذاته بتمتهن وبيحصل له نوع من أنواع التكسير وبيحصل له حالة من حالات المهانة بيحاول يعوض المهانة دي أو إنه إنسان بيحس بالفقد بيحس إنه بقى الواحد فبيحس يملأ بيحتاج إنه يملأ هذا الفقد أو بيحس إنه ببعض الأحيين إنه حصل له رفض حد رفضه حد رفضه يعني إيه؟ قال له كان متقدم لوحدة ورفضته أو كان عنده أب وأم فنبزوه الحياة دي بقى بتحرك لدى الإنسان حالة من حالات محاولة إثبات أن ذاته مختلفة وأن هم هيندموا أو إنه هيملأ الفراغ اللي حصل له ده فبيجرب شرح على الحاجة المفروض يمتلئ منها اللي منها الجانب الروحي والجانب النوري المتعلق بالعلم هنا بقى بيقع الخطأ بقى أنت لو عايز تعمل الكلام ده عشان معالجة الحالة اللي أنت فيها دي لا يصح هذا إلا على يد عالم ولا يصح أن أنت تعمل الكلام ده إلا بمنهج ليه؟ لأن أنت ممكن تكرر الأشياء وتتداخل عندك ولذلك إحنا عندنا في حاجة اسمها فك التعارضات أشياء ممكن تتعرض في ذهنك ولذلك إحنا عندنا الأشياء ممكن تتعرض في ذهن المجتهد مش في الحقيقة وعشان كده أنت وبتقرأ بتقرأ الحاجات كلها على بعضها وبتقراها وإنت كمان إحنا عندنا على الأقل تمن علوم لازم يتعلمها الإنسان الأول خالص قبل ما يتعلم العلم الشرعي يتعلم الفقه ويتعلم العقيدة ويتعلم التذكية لازم يتعلم وسلفق ولازم يتعلم لغة اللغة بقى بعلمها النحو والصرف والعروض والبلاغة المعاني والبديع كل الكلام ده لازم تعلمه والبيان لازم كل ده يتعلمه إيه ده؟ قبل ما يروح يتعلم يقرأ كل العلم دي طبعا ومعها المنطق ومعها مصطلح الحديث ومعها علوم القرآن كل ده يتعلمه كل ده يتعلمه فانت روح ترايح بتقول لي قررت في القرآن وفي السنة وانت بتعلمتش ده كله زي ما واحد بالزبط أرى نص كده قال إن الزناعمة والبلاطمة واحد وخمسين واحد وخمسين يا إيه ده؟ هو إن الزناعم والبلاطم آه آه فمعرفش يقرأ فإذا المسألة كلها إن أنت العيب مش في اللي قريته العيب في كيف قرأت فالعيب ليس في المقروق ولكن العيبة في القارئ أنت كنت لازم تؤهل لكي تقرأ هذه القراءة بتقول لي أعمل إيه؟ تلات حاجات أول حاجة ببساطة خالص تروح لعالم أو لمؤسسة تكلمهم لمدة نص ساعة يسمعوا كل الحاجات اللي أنت بتقول إن هي سببت لك التراب دي وتسمعهم بشكل معتدل وبشكل رشيد الأمر التاني إن أنت تبتدي تاخد جزء من الأذكار والأوراد وتلاوة القرآن بشكل صغير بيتدرج ما تدخلش وتروح تقعد بالليالي وتقعد مع نفسك فنفسك الأمر بالسوء تحدثك لا بشكل معتدل في الأشياء اللي بتجد فيها قلبك تلات حاجة ببساطة خالص إن أنت لازم تعمله تحاول بقدر الإمكان أن تقرأ كتباً تتناسب مع مستواك العلم يبقى التلات حاجات دولة هيقول لك تحصين حد هيرد على كل الأسئلة اللي عندك ذكر يخليك موصول بالله تالت حاجة تتعلم بطريقة رشيدة منهجية ما ما فيهاش أي نوع من أنواع المبالغة لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فيبدو أن حضرتك بس ما أوغلتش فيه برفق اللي أنا قلت لك ده وإن بدى لك سهلاً وإن بدى لك بسيطاً لكن إن شاء الله هو في الحل